مساهمة الأمير خالد في الحياة السياسية خامساً الطرح السياسي الجديد في نظار الأمير خالد السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات الطرح السياسي الجديد في نظار الأمير خالد إن القراءة المتأنية لمطالب الأمير خالد الإصلاحية التي تضمنها برنمجه السياسي في إطارها الزمني الذي طرحت فيه وبالنظر إلى التوسع الاستعماري في كل المجالات مع مطلع القرن العشرين يجعلنا نصفها تثورة مطلبية على الإدارة الاستعمارية التي ألفت المطالب الإدماجية لجماعة باني ويوي البعيدة عن تطلعات الجماهير الشعبية فتان نظاله يرتسي مغزا وطنيا حقيقيا فهو ما إنفت يندد باللا مساواة في مختلف مظاهرها ويحث المجتمع الجزائري على التعلق بإسلامه وقيامه مطالبا بتعليم اللغة العربية منتقدا بشدة المتجنسين من الجزائريين وأصبح من تبار رجالات البلد بفضل مساهمته في التشب وضوحا الشعور الوطني بمضمونه العصري ولم يكن ذلك بخاف على إدارة الاحتلال التي سارعت بطرده من الجزائر سنة 1923 ميلادي وقد تمتن من عرص صيلة مباشرة هي الأولى من نوعها مع الجماهير الشعبية تم ممثل لجماعة سياسية جزائرية فقد تجاوز هذا المغزى مجرد الاهتمام بلايحة مطالب معتدلة في حقيقتها ليبعث من جديد صيلات الشعب الجزائي العاطفية نحو حبه لوطنه وتعلقه بتاريخه وهذا البعث كان ثورة على الإرث الثقيل للسياسة الاستعمارية التي راهنت على قطع صيلة الجزائرين بماضيهم وأمجادهم فما طالبه وإن كانت إصلاحية فإنها تفضيل الانفصال الذي تفطنت له إدارة الاحتلال فشنت ضده حملات إعلامية انتهت بطرده من الجزائر مدعي أنه يشكله اضطرابا ضد فرنسا ويحرض على حرب أهلية وعلى الانفصال وكانت عريضته إلى الرئيس ويلسون قد عززت فتاة الانفصال من خلال بحثه عن دعم خارجي جديد يضغط به على النظام الاستعماري للاستفادة من حرطة المصير مما جعل الفرنسيين يحسون بتصاعد تهديد الأهالي الدولي الذي كانت الخالدية هي المتحدث الرسمي له وقد أشال أمين خالد لأنه لم يكن زعيما دينيا وأن حرطته ليست دينية ولكنها أساسا حرطة سياسية لأن القضية هي طضية استقلال جميع الطال العالم الإسلامي وبما أن الجزائر تدخل في هذا الإطار فإن استعمال كلمة الاستقلال تذكرت لأول مرة ومطلب المساواة دون الاستقلال لم يكن حبا في الحتم الفرنسي لقد كان وضعا ضروريا فالجزائر لم تكن محمية ولا مستعمرة بل أعلنت متاطعة فرنسية وفي وطائع التطوى الإنساني يصبح طلب المساواة من رعاية في متاطعة مساويا لطلب الاستقلال من مواطنين في محمية وتان التخوف التابير للسلطات الاستعمارية من نشاطاته وقدرته الخطابية على تابعة الجماهير الشعبية رضوى الضحار صرصورية مطالبه رغم تونها إصلاحية على الوجود الفرنسي بالجزائر فوصفت الصحافة الاستعمارية نجاحاته بموجة التعصب الديني التي تغرس في الجزائر ومن شاء خالد الذي فتن بالمبادئ الولسونية وأدخل المسلمين الجاهلين في حارة خطيرة على الاسترار الشعبي والسيطرة الفرنسية تم أن الحاتم العام استيند أطر بأن الأمير خالد هو الطائد الواحد الذي يمثل الحزب العربي المعادل فرنسا الذي يشخص الاستقلال الإسلامي للجزائر وفي تقريب الحكومة العامة إلى وزارة الداخلية ولد فيه أن الجزائر لم تعرف أي تتلع إسلامية أتدت إرادته على التحرر من السيطرة الاستعمارية والحركة الأولى في هذا الصدد هي التي نفذها الأمير خالد بن الهاشمي شخص طموح مبالغ في أهميته ظنا أن الوطن حان تيلعب دورا تاريخيا فنشاطه الوطني جعل الشعب الجزائري يعيش سنوات ما بعد الحرب تتحرير مسبق حيث مجد الإسلام نصح بالوحدة نادى بالكفاح السياسي عبر به جاز عن دلائل الجزائر المتفتحة كانت جرس الإنذار للبرجوازية التولونالية التي كانت تصرخ بطوة ضد الوطنية العربية إذا ايت فهو يعتبر في نظر العديد من المؤرخين أول زعيم سياسي جزائري في القرن العشرين نظل سياسيا لاسترجاع ترامة الجزائريين ونقل مطالبهم المشروع إلى كل المؤسسات المسؤولة في الجزائر وفرنسا والهيئات الدولية وأصر على الاستجابة لها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد